تمضي هيئة تنظيم سوق العمل ضمن رؤيتها ورسالتها النبيلة وفي إطار القيم الإنسانية الثابتة التي تتبناها نحو المشاركة في العملية التنموية الشاملة وإحداث نمو اقتصادي من خلال تطبيق مختلف أشكال الأمن الاجتماعي لكافة أطراف العملية الإنتاجية نعم الهيئة وعبر إداراتها المختلفة تعمل على مراقبة السوق من خلال القيام بحملات تفتيشية مشتركة بالإضافة إلى دعوة العمالة الأجنبية لتصويب أوضاعها واضع نصب عينيها الأبعاد الإنسانية ضمن إطار شفاف من التوازن والمساواة ضمن رؤية واضحة تدعمها رسالة سامية وقيم إنسانية نبيلة تجتمع سوية من أجل تأطير آلية عملها المنصب بإحداث نمو اقتصادي لن تكتمل صورته إلا إذا توافرت جميع أشكال الأمن الاجتماعي لأطراف العملية الإنتاجية كافة بما يكفل حقوقهم من جهة ويلب احتياجات سوق العمل من جهة ثانية تعمل هيئة تنظيم سوق العمل على مراقبة السوق عبر حملات رقابية تقف على حقيقة قانونية الأيد العاملة وشرعية عملها من خلال التأكد من تصاريح العمل لديها إذ قامت الهيئة وخلال الأيام الماضية بحملات تفتيشية شملت جميع مناطق المملكة دعت العمال الأجانب المخالفين لتصويب أوضاعهم بما ينسجم مع القوانين النظمة للعمل في البلاد وضعة نصب عينيها تلك الأبعاد الإنسانية التي تتجلى في مراعاة ظروف العمال وأصحاب العمل ضمن إطار شفاف من التوازن والمساواة هيئة تنظيم سوق العمل تبرع دائما في أن تظل تلك المنصة التي تتداعى لتنفيذ السياسات والقرارات الهادفة والموجهة لكل يد عاملة هي بمثابة معول بناء داخل أركان الخطة الإنتاجية لاستقرارها وتحقيق الرضا الكامل عند أصحاب العمل والعمال على وجه التحديد ومع ترجمة ما سبق ذكره ليكون واقعا ملموسا تمضي هيئة تنظيم سوق العمل باعتبارها هيئة حكومية مستقلة نحو منح وتنظيم تصريح العمل حيث تسعى من خلال خدماتها المقدمة إلى إرساء قواعد صلبة لسوق العمل تحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال الأجانب على حد سواء عبر إدارة فعالة وإنسانية وبنسق يتناغم مع خطة العمل الحكومية والخطة الاقتصادية الاستراتيجية 2030 ولضمان تقديم خدمة مميزة تسهم في توفير جميع إمكانات النمو الاقتصادي المحلي وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في مملكة البحرين